أعلنت وزارة التعليم عن تأسيس شركة متخصصة في التغذية المدرسية مؤكدا أن الوزارة تتجه لإيجاد حلول جذرية والتخلص من الحلول الوقتية والحلول قصيرة المدى للتغذية المدرسية وقالت الوزارة إن المؤتمر يعد خطوة أولى نحو تغيير الصورة الحالية عن التغذية المدرسية وتطوير هذه المنظومة في المستقبل القريب متطلعة للبدء في تطبيق تجربة على 500 مدرسة مع بداية العام الدراسي المقبل